مرحبا، ما هي أفضل لغة برمجة لمجال الروبوت؟ سؤال براود كثير من الناس يريدون أن يدخلوا لعالم الروبوت، لكن لا يوجد إيجابة بسيطة أنت كعالم روبوت، يريد أن تتقن اللغة المناسبة لك لا تفتح لك أبواب العمل لا ستأخذ إيجابة صريحة مثلا، مهندسي الإلكترون سيعطوك إيجابة طبقا للروبوت الموجود بالمعمل أو بالمختبر وبرمجة الزكاة الاصطناعية سيعطوك إيجابة مختلفة وهكذا، بالأخير أغلب الناس تفقوا على إيجابة واحدة It depends هذا يعتمد هذا يعتمد على المشروع الذي يريد أن تبنيه أو على السيستم الذي تعمل فيه لهذا، من أصل حوالي 1500 لغة برمجة، يمكن أن أفتر ماني متأكد عملت أن أحصرت الإحتمالات لعشر لغات سأتحدث عنهم من المرتبة العاشرة للأولى طبعا هدوني ترتيبي أنا يلي عنده اختلاف بالأراء أو أي شيء يعلق ورح نتناقش بس خليني نوه على شيء ضروري، ما كثير مهم بأي لغة أنت بلشت أو رح تبلش أي لغة تعلمتها رح تعطيك عقلية المبرمجة أو البروغرامنج مينسيت ورح تصير تقدر تتعلم أي لغة تانية جديدة بسهولة خلينا نبدأ من المرتبة العاشرة يلي هي سكراتش سكراتش لغة مرئية صممة خصيصا للمبرمجين الجدد بالأعمار الصغيرة يعني من الـ 8 سنين تقريبا حتى الـ 16 سنة وعمت تستخدم بالمدارس حاليا بالمدارس العامية على المبرمجة ببلش ومن السكراتش فإذا لديك شخص بهذا العامر دعيه يبدأ بالـ 16 سكراتش إذا حابب مجال الروبوديكس والبرمجة هذه عبارة كما ترون هنا عن بلوكات 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 بتسحبهم وبتوصلهم مع بعض وبصير عندك كود اللغة الأم المستخدمة في بناء هذه الـ 16 سكراتش أو بلوكات هي خليط من جافا سكريبت مع الـ action سكريبت والـ squeak فمثلا هون دعني نشيل هاي هون أنا عملت كود بسيط كثير أنه لما أفقص العلام الأخضر هيدا يمشي عشر خطوات مثلا تشوفوا فأنا طالما أفقص العلام الأخضر عام يمشي 10 ستبس لما وين space key pressed لما الزر الـ space بينفقص أو بينضغط ترن 15 ديجري بعكس عقارب الساعة فعندما أنا أفقص الـ space شوفوا كيف عملت يعني هاي للأطفال أو للشباب في المدارس كثير مفيدة بأنهم يدخلوا أو يبلشوا مجال الـ بأنهم يتعلموا سكراتش ففي كثير حتى كثير مايكرو كنترولرز أو حكمات بتدعم البرمجة بالـ سكراتش مثل الـ وهون محل ما قلت لكم هناك بلوكات الكود اللي ممكن أن تستخدمون طبعا فيه تيتوريولز كثير وكمان إذا قيت في المطالبة هالموضوع أنا ممكن أعمل دروس خصيصا لـ المرتبة التاسعة هي الـ أو لغة الروبوت الصناعي حاليا أغلب الشركات والمعامل المختصة في بناء الروبوت الصناعي عم يبتكروا لغة خاصة فيهم مثل شركة الـ عندها لغة اسمها rapid رابط مثل ما شايفين هون هي لغة عالية المستوى used to control ABB industrial robots يعني هي لغة عملوه خصيصا شركة الـ مشان يتميزوا فيها كمان في مثلا شركة الكوكا عندهم لغة عند شركة كاوازاكي عند لغة اس وهكذا فهيذي الرابط رابط هي لغة خصيصا لشركة ABB كمان ممكن نشوف مثال شوفوا بيحطوا const target لغة خاصة وهي main في لغة خاصة تماما بشركة ABB طبعا غالبا اذا انت توظفت باحدة هذه الشركات راح يعملو لك course training لتتعلم احدى هذه اللغات طبعا مثل ما قلت لك انت طالما صار عندك programming mindset او عقدية المبرمج بصير فيك تنتقل من لغة للغة بسهولة تامة وكمان بالسنوات الاخيرة ازداد الطلب على استخدام خيارات برمجة للاغراض العامة او general purpose programming مثل r o s industrial وطبعا لانه open source r o s هي robootex operating system هيدا r o s industrial مثل ما تقول open source project كل شي ممكن تعملوا بال r o s industrial موجود هون فيك تبلش كمان من هون في البلوج مثلا لكي تهب الرابط ممكن تشوفوا المشاريع اللي عملوها مترك لكم انا الرابط بال وكمان فوتو طعمكم بالموضوع بالمرتب الثامنه حطيت lisp والبرولوج مع بعض العالم الزكاة الاصطناعي عم يسيطر ويمتشر بشكل كبير هذا يعني انه لغات مثل lisp والبرولوج راح ترجع شعبيتهم ضمن الخيارات lisp هي ثاني اقضم لغة برمجة بعد حتى انه جزء من نظام r o s مكتوب بلغة lisp متل ما شايفين هون موقع tutorials point فت انا شفت بس خلينا شوف loops on algorithm كيف هي تكتب function print اما البرولوج هي اللغة منطقية كمان مستخدمة في عالم الزكاة الاصطناعية صراحة مغرف اذا هذا الموقع الرسمي لانهم بس غالبا هو الموقع الرسمي هون في tutorials كمان beginners خلينا شوف ممتاز ببللشك من الصفر المرتبة السابعة حطيت hardware description languages او HDIS هذه اللغات اكيد مهندسي الالكترون متقالفين معهم عن طريقهم ممكن يصمموا low level electronics للروبط اهم مثال او اكبر مثال عن احدى هذه اللغات FPGA او field programmable gate arrays اهلك انك تطور الالكترونيكس هاردوير من دون ما تعمل اضعة سيليكون وهذه يعتبروا لغات بناء نماذج لدارات الالكترون ومستخدمة لبناء الروبط وتختلف عن اللغات العادية انه تنفذ بشكل تفرعي وليس تسلسل يعني الكود كله بنفس اللحظة يتنفذ اما بالحارة مثلا الكود يتنفذ سطر سطر او بالسي بلس بلس الى اخرين هذا من الموقع الانتل هنا البيتفتس با يسنج FPGA واندك انت تأخذ الفلكسبيلتي الاخلرراتي الانتقرياتي امان هذا موقع ثاني XILINX امان شارحين انه اضعوا الابطيكيشن ايرو سباس الاوديو الوطاق كله هذا بطير السنتر الاماج الاماج بروسسينج ما بس يعني محصورة مثل ما تلقم الالكترونيكس انجينيرز بكل هالمواقع ممكن ان تستخدم FPGA طبعا هذون المتحكمات FPGA المتحكمات الانتل مثلا المتحكمات الانتل مثلا المتحكمات الانتل مثلا مثلا المجتمع الداعم للانتل كبير باستخدام باستخدام الجافا سكريبت عن طريق التنسر لانه في متابق كاملة مخصصة للجافا سكريبت مدعومة من التنسر فلو لحتى تطبق وتدرب نمازج عن طريق المتصفح والنود دوت جي اس كمان في موقع تنسر فلو تفاصيل يعني بالتفاصيل لحتى تتبلش تتبلش كل شي موجود ابي اي شارحين لك بالتفاصيل كيف تتبلش وتنطلق تبرمج تنسر فلو عن طريق الجافا سكريب كمان ممكن تتبرمج مايكرو كونترولرز مثل الاردوينو وتدخل بعالم المتحكمات الصغرية وعالم الاي او تي باستخدام الجوني فايف الجوني فايف هي بلاتفورم تدعم الروبوت والاي او تي وفيك تبرمجه عن طريق الجافا سكريبت تدعم مثل ما قالت لكم الاردوينو شوف كل هدون الراس بيري باي حتى ممكن انت تبرمج الراس بيري باي اللي هي مدومة بايثون ممكن تبرمجه عن طريق الجافا سكريبت كمان فيه امثلة كيف تبلش مثلا هاي بالاردوينو والتفصيل المملب بالمرتبة الرابعة خطيت الماتلاب الماتلاب كمان غني عن طريق كتير مستخدمة بعالم الروبوت المهندسين بيستخدموها لتخليل البيانات تطوير انظمة التحكم بيستخدم بشكل كبير بعالم البحوثات ومعالجة البيانات وفيه ادوات خاصة مثل الروبوتكس تول بوكس هي مخصصة للروبوت ممكن تطور نظام الروبوت متكامل استخدام الماتلاب لحاله نهيك عن ادوات معالجة الصورة وكثير كثير اشياء ممكن تستخدم الماتلاب غالبا انت اذا انت طالب جامع اكيد تعلمت متلاب فهون المجالات مجالات مجالة مجالة معالجة تشارة رابوتكس مجالة ما يظل فيها انه ما انا بدك تشتري البرنامج لحتى تبدأ شغل بالماتلاب اه انا كأني انسيت المرتبة السادس انا بلشت من السابعة رحت على الخمسة فالمرتبة السادسة بيحكي عنها بشكل سريع هي السي شارب السي شارب هي مدعومة من مايكروسوفت اذا بدك تستخدم مايكروسوفت روبوتكس ديبلوب استوديو هيدا برنامج لمحاكاة عمل الروبوت لازم يكون عندك معرفة بالسي شارب كمان هي مستخدمة محركات الورتشوال رياليتي مثل اليونيتي اذا بدك تكتب هلو وورد بالسي شارب بالمرتبة الثالثة لغة الجافا مثل السي شارب والماتلاب الجافا هي إنتربريتف لانجوش يعني الكود لا يترجم للغة الآلة لكن في مفسر الجافا يفسر الكود ضمن زمن التشغيل وهي ميزة كبيرة حاليا مستخدم الجافا ضمن عدة منصات لمجالات الذكاء الاصطناعية مثل مثل والالفا جو اذا بدك تكتب هلو وورد بالجافا ستعمل ذلك بالمرتبة الثانية البايثون الغنية عن التعريف مشهورة كمان بعالم الروبوت لانه واحد من اللغات الأساسية الموجودة في الـ بجانب C++ هي مثل الجافا كمان بسهلة الاستخدام الى مجتمع داعم كبير الى تقريبا يوميا في شي جديد باستخدام البايثون وحاليا يعني مستخدم كثير في عالم الذكاء الاصطناعي مغالجة الصورة الروبوتات ممكن تبرمج مشاريع عن طريق الراسبري باي ومايكروبيت وفي اسا متحكمات ثانية ممكن تبرمج عن طريقة بالبايثون والمرتبة الاولى وصلنا لنهاية درسه بالسي او اكتر لغتين مطلوبين بعالم الروبوت فيهم مكتبات كثير دعمة للهاردوير اللازمة لبناء الروبوت اذا كنت تعلم اردوينو بيك وكثير كثير اسا متحكمات او لازم يكون عندك معرفة بسي او سي بلس بلس حاليا سي بلس بلس اكتر طغي عن السي بهالمجال سي بلس بلس اداء كثير عالي بس كمان انه مقارنة المثال بالبايثون هي اصعب بالتعلم مثلا وحتى بياخد وقت اكتر لتكتب كود كمان مقارنة بالبايثون ليش حطيتها بالمرتبة الاولى لانه اكتر شي مهم لازم تعرفوا حتى تعمل الروبوت بجودي عالي هو انه لازم تاخد بعين الاعتبار اه ردة فعل الروبوت بالزمن الحقيقي وما يكون فيه تاخيرات زمنية فالسي بلس بلس معروفة مميزة بهيدا الشي وهون نكون اه خلصنا الدرس ان شاء الله ما يكون ممل وان شاء الله يكون مفيد اه اذا فيه اي تساؤل او اي استفسار او عندك اختلاف بالرأي بالترتيب اللي انا حطيته علق بالتعليقات واكيد رح نتناقش ما تنسونا من دعمكم لايك سبسكرايب وشكرا السلام عليكم اشتركوا في القناة